اشتركوا في القناة اهلا بكم انا بعتقد ان فيه خمس حاجات مفهمين جدا لازم تحطن في بناخ كويس قوي قبل ما تعمل سمايل ديزاين قبل ما تعمل تصميم السنة قبل ما تروح له دكتور متخصص وتجميل الاسنان اولها ان انت تسمع كلام الدكتور ودي بتهالي يعني لو انت نفست دي هتنفذ الاربع البقين بمنتهى السهولة لان هما الاربع البقين مبنيين على انك تسمع كلام الدكتور ما تفرضش رأيك عليه تاني حاجة انك تكون عندك فهم او مصدق ان الدكتور هيعمل لك تصميم الابتسامة بناء على شكل وشك وتأسيماته دي تاني حاجة تالت حاجة ان يكون فيه تناسق لمسئولة الدكتور وانت لازم تسمع كلامه فيها يعني ما تطلبش مثلا السنان اللي فوق تبقى اكبر قوي بالسنان اللي تحت ولا السنان اللي تحت تبقى مش عارف عاملة ازاي وتطلب انياب او تطلب انياب مختلفة شكلها كبير شوية لازم فيه تناسق النهاردة ضيف العزيز الدكتور عبدالله متولي اغصاء تجميل الاسنان المؤسس من مركز برايتي للاسنان غضو جمعية الامريكية لتجميل الاسنان والمصمم الابتسامة المعتمد من البي دي سي بانجلترا اهلا بيك يا دكتور عبدالله زيك يا دكتور عبدالله الله يخليك خمس حاجات صح صح اهموم اول واحدة ليا ايه ايه اسمع كلام الدكتور يا حقيق اسمعوا كلامك طبعا هو الفكرة كلها ان البيشن دلوقتي يبع عنده يعني معلومات كافية والانترنت سهل للناس قوي ان هي تدور على المعلومة فبقى يجي يحط لك خطة علاجية هو يعني العيان يجي يقولك اعمل لي كذا وعمل لي حشو عصف في السنة دي وعمل لي السنة دي بالطريقة الفلانية وده طبعا غلق يعني هو طبعا ان هم بقوا عارفين معلومات اكتر عن طريق الانترنت وعن طريق البرنامج زي زي الناس الحلوة والحاجات دي بس لازم برضو في الاقول في الاخر نسمع كلام الدكتور اللي بنسق فيه انا هزق في الدكتور هروح له هو يعمل لي اللي هو عايزه سمايل ديزاين مشهور تصميم الابتسام ده مصطلح علمي ولا مصطلح تجاري هو مصطلح علمي حقيقي اتحول في الوقت الحالي الى تجاري يعني ايه اتحول الى تجاري يعني دلوقتي يبقى يجي العيان يقولك ايه هو مفهوم الاسمايل ديزاين ايه ان انا اخلي ابتسامتك شكلها حلو صح الناس ألا بيتوا الحاجة تجاري بقينا انتجر به يعني يجي عيادة الاسنان او مركز الاسنان يقولك ايه انا هوريك شكل الاسمايل بتاعتك قبل ما نشتغل طيب هوريها لك ازاي يعني هل هوريك مثلا صورة عليها ديزاين كده هو ده ديزاين ولا هل انت انا هصورك بطريقة احترافية وصورك فيديوز عشان اعمل لك تصميم بتسامة اللي شفنا مثلا صورة زي دي دي الصورة اللي درجة دلوقتي في انا هسميه سوق طب الاسنان يجي العيان يقولك ايه اعمل لي تصميم بتسامة دي انا والله يروح تلعيادة الفلانية يقول ليه انا وريك شكل اسنانك قبل لما هتشتغل ووري له صورة زي دي طب ايه عيوب الصورة دي دي صورة صنائية الابعاد هل طول الاسنان ده باين فيه مثلا شفايف او وش ان الطول ده مناسب للحالة دي مش باين حاجة كل اللي باين فيها طول بعرض بشكل ولا ليه اي تلاتين نزمة خالص ده هو اللي اسميه الديزاين التجاري اول ما نشوف صورة زي دي يبقى دي حاجة تجارية على طول يبقى الدكتور ده او المركز ده بيعمل لي تصميم ابتسامة اي كلام عشان بس يحاول يقناني بالتريتمنت بلين او بخطة العلاجية تصميم الابتسامة المعمول بحرفانة المعمول مظبوط ده بيبان في حالة تبقى مثلا اثنانها مش باينة فجأة انا باينتله اثنانه طب انا هجيب الطول ده ازاي عن طريق تصميم الابتسامة مش بس مجرد ما كان زي ده احنا انا شفنا الصورة اللي بعدها دي محتاجة تصميم ابتسامة ليه محتاجة تصميم ابتسامة هو دلوقتي ما فيش ولا سن عنده باينة ولا فوق ولا في اي لقطة ده كده مثلا بيبقى عنده حاجة بتلاتين سنة فانت بمنظر السنان اللي مش موجودة ده تحس ان هو عنده حاجة واربعين خمسين سنة ده كده يتعمله تصميم ابتسامة بالطريقة اللي احنا هنشوفها دلوقتي كده هو في الفيديو اللي فوق احنا لازم يتصور فيديو اسنان اللي فوق مش بيتبان خالص كل اللي بيباني اللي تحت ده بيدي احساس بكبر السن في الصورة اللي تحت بعد تصميم ابتسامة سنانه بقى التبان لو شفتنا كمان الصورة اللي بعدها نفس الحالة فوق الاسنان مش باينة تحته هو بيتحك حاجة بقى 3D يعني متحركة انما مش تصميم ابتسامة اللي احنا شفناه في الصورة الاولانية اللي هو مجرد رأس مع الاسنان الاولاني ده التجاري ده اسمه تصميم ابتسامة حقيقي ده كده جالي بشكل ابتسامة انا غيرت هوله تماما وخليته شكله اصغر بكتير واحلى بكتير ويعني هو طبعا البسط جدا هو على فكرة ده صعب النوعية دي من الوشوش صعبة بالضبط لان الحالة دي مثلا انت طول السنة كامل حوالي 14 ملي طول السنة الطبيعي 10 ملي في الحالة دي احنا مضطرين نطول قوي لو انا مش عامل تصميم ابتسامة وخدت له مقاسات وبعدتها المعمل هيجبها لي قصيرة برضو يبقى انا لازم اجيد المعمل لازم انا اللي اقود المعمل اقول له اعمل لي السنة طولها كزا يبقى انا كده عمل تصميم ابتسامة بص بقى هقولك على حاجة يمكن انت ما تعرفاش قوي فيه افلام زمان تسمع عن بروسلي بروسلي طبعا فيه مجموية افلام عملها بروسلي وقول لجوم بعد كده فكرة مبنية على انه يدخل عمارة كل دور فيه عدوه من اعدائه بيواجهه وكل ما يعلى في الادوار يعني يعني اه يكون المستوى اللي بيحربه اقوى واصعب يعني فانا اقولك بعتقد انه اللي جاي يعمل تجميل عندك وده معمارة من اللاقات عمارة من العوائق اول دور في العمارة الوقت وهو جاي عمال يفكر في موضوع الوقت هو اهم حاجة انا اشتغلت عليها ويعني وتعبت الناس اللي شغالين معي عليها بالمعمل اللي انا بيشتغل معي بكل حاجة الوقت انا يهمني قوي ان انت تجيلي زيارتين بينهم اربع خمسة ايام بالكتير قوي اسبوع ده مهم قوي كتير قوي من العيانين ممكن او انا محب اسمي اللي جاي يعمل تجميل مش محبوش يبقى اسمه عين اسمه لما بيجي هو مثلا بيبقى بيشتغل في حاجة معينة او هي مثلا ام ولا حاجة والتجميل الرفاهية يعني مش هتموت من غيره هعمللك الكلام ده فقط دي والله في شهرين السلام عليكم على السلام او هي بتبقى عندها فكرة قديمة لان زمان كانت دا كاترة الاسلام بتشتغل بالقطعة يعني يجي يحشي سنة ويمشي وبعدين السنة دي ببوز يمحشل لجنبها او ما يعشي لجنبها تكون الاولان هي باز التاني فبيعيش مع دكتور السنة اه بيعيش مع دكتور السنة فدكتور السنة دا بقى اسمه صديقه العائلة وبقى الدكتور النفساني كمان يعني بيشتكله اه 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 يعني ده مش السيستم خالص اللي احنا بيشتغل بيدلوقتي هو العام بيجي نعمل له عمره في سنانه بيجي جلستين بينهم اسبوع بخلص له كل السنة اه احب بعمل كل السنة مع بعض اه اه ايجي مرة انشتغل واللي بعدها هيركب التركيبات التجميلية سواء كانت قشرة تجميلية فينيرز او كراون وشكراً حالة زي دي دي عاملة حشوات كتير قوي في سنانها دي طبعا ما بيجيش كده من نفسها تقولك جميل لي سنان هي بتبقى جاي مع حد فانت بتشوفها انت هيبها نفسك كده ليه فهي بقى بتبقى فقدة الامل في ان هي تعمل سنانها ليه لان هي عملت الحاجات دي في سنين انت متخيل دي حشوات هي عاملة حشوات اه طبعا كل سنة تروح تعمل واحدة وعبر ما تعمل التانية تكون الاولانية في قصص كبيرة طب الحالة دي لو شفنا الحالة بعد وتعملت كده في قد ايه في قد ايه في اسبوع ففكرة الوقت انا بالنسبالي اهم عنصر من عناصر تجميل اسنان اهم حاجة اهم حاجة ان انا اعملك سنانك في وقت قليل جدا انت مسافر بقى انت بتشتغل انت وراك اي حاجة الموضوع ده بيتعمل ماكسيموم اسبوع ماكسيموم يعني لو الدنيا زحمة جدا بيبقى اسبوع في الايام العادية بيبقى اربعة ايام ففكرة الوقت من اهم الحاجات لو شفنا مثلا الحالة زي دي دي انت طبعا هتعرف هم منين عنيه دولة اه ده من اليمن تمام ده من اليمن ليه بقى السنان دي غالبا بسبب القات بالضبط الحالة القاتية عملت كده في السنان بنشوفها ايامين اليمن اليمن دي بلد عظيمة واليمنين دول شعب رائع وعندهم تقدير كبير جدا للطبيب المصري واليمنين عندهم مشكلة حكاية القات دي لازم اشوفها حل لانه القات بيبوض الفم وبيبوض الاسنان بشكل غير عادي بيأكلها بيأكلها موحمضيته عالية بالضبط فهو العيان اليمني بيتعرف ان هو دخلي على باب الهيادة كده عندهم مشكلة تانية المية كمان المية والقات حكتين مياجة وفية وقات بتلاقي اللي بيخزن القات معظمهم رجالة هو ليجل عندهم هو مشكلة ليجل اه حاجة في التراث بالضبط بيبقى شكل اسنانه كده واللي بيبقى من المية بتلاقي اسنانهم فيها سنة بياض بوضة شبيضة كده طبعا الحالات دي بتتجمل عن طريق التركيبات التجميلية لو شفنا الحالة بعد وتعاملت في قد ايه التخيل ده بقى كده في اربع خمسة ايام دكراون مشكلة دكراون طبعا لان السنة متكلة من مفيش طبقة الميلة بالضبط القط بيكل طبقة الميلة طيب ليه عملنا الكراون مش فينير عشان تعيش معه طول العمر طب لو عملنا في الحالة دي فايزا الخطة العلاجية مهمة في ان هو يقعد قد ايه كده ده كده لو مدام عملنا الكراون في ناس بتيجي تقول لي انا عايزة فينير عشان الفينير شكله احلى من الكراون مفيش فرق في الشكل الفرق في طريقة تحضير السنة السنة لما بتبقى سليمة بنعملها قشرة من بره خارجية شمكها قليل اوي تدي شكل السنة سليمة طب سنة بايزة زي دي لازم احوطها كلها بكفر شكلهم واحد اللي اتنين عشان في ناس فاكرة ان فيه فرق بين الكراون والفينير الكراون اللي هو التربوش ده تركيبة بتتعامل من الإيماكس او الزيركونيام او الآلتراماكس بتغطي السنة كلها وتحافظ عليها الفينير لو انا سناني سليمة وعايز بس اغير اللون اعيد رصتها ارسم بسامة بس لازم تكون السنان سليمة بركب القشرة الخارجية اللي هي بتبقى تحضيرها خفيف قوي من جرد تخشين فانا بالنسبة لي لو العيان بتاع القات ده جي قلت له والله انا هعالجلك كل سنتين مع بعض فخلال شهر ونص ها هيعملها لا طبعا مش هعملها هبقى انا كده قصرت معها عشان كده هو عنده مثلا حوالي 38 او 39 سنة ومشكلته مش مادية مشكلته كانت لما بيروح لدكتور بيشوف سنانه والدكتور نفسه بيتخط ويقول له والله احنا هنعالجك في تلت اربع شهور لا الحالة زي دي تتعامل في اربع خمس ايام بالزبط وهم جلستين يعني بيجي الزيارة والتانية بيركل الدور التاني في التحديات الدور الاولاني كل الوقت الدور التاني لخبطة والحيرة فيما يتعلق بالخطة العلاجية عارف الحيرة بقى ويدنك منين يا جوح بالزبط هو الخطة العلاجية مهمة قوي او انا شايف يعني من شرف وادب مهنة طب الاسنان ان انا اطرح على المريض بتاعي كذا الخطة هو يختار الانسب ليه كلنا يا دكتور ايمان اهتماماتنا وطريقة تفكيرنا مختلفة فانا ممكن حاجة تليق علي متلاقش عليك ممكن مثلا انت تحب العربيات الانجليزي وانا احب العربيات الالمانية فالفكرة كلها ان احنا كل الناس طريقة تفكيرها مختلفة فما ينفعش ان انا اعرض عليك وجهة نظري الاحدية الاحدية يعني ما ينفعش اقولك والله انت خطتك العلاجية كذا وهي دي وهو ده لا انا ممكن اقولك انا اعرف عاملك كذا بس انا ما عرفش عاملك كذا فما ضعيش عليك فرصة التجميل لان التجميل دي فرصة التجميل ده ممكن يغيرلك حياتك لو شفنا حالة زي دي الف بهم اي دكتور سنن لو جبته من اول ما هو في سنة خمسة كلية لحد اللي مخلص تقويم حتى انت يا دكتور عامل مش الدكتور عامل سنة تقول تقويم ليه تقويم عنده سنة عنده يونيلاترال كروس بايت يعني عنده سنة دخلة وسنة خارج وسنة انطلع البر وفيه فراغات فانت اول ما تشوفه تقويم صح؟ مش هيعمل تقويم مش هيعمل ليه مش هيعمل تقويم لانه سنه كبير وهيقول لك لا مش هيعود انا رايح جانا عند دكتور سنة وشوية وانا مش فريق لي اصلا يعني الموضوع بالنسبة لي لا لو هتعذبني سنتين بالتقويم وتقوى تركبلي حديده اولادي يتحكوا عليها مش هعمل هو المريض بقى هو دماغه كده ممكن مريض تاني يقول لك لا هعمله ويبقى ملتزم بالضبط وكمان هو عنده ترومة في العيلة من التقويم يعني ممكن يكون حد من عيلته عمل تقويمه وفشل فالفكرة كلها ان حالة زي دي انا القانسب لي انا شايف ان القانسب لي التجنويم القانسب ميش الافضل القانسب بأرض عليه الحلين والله في تقويم وفي تقويم لكن ما اقوله والله هو انا مثلا بميله لا قللتني لا انت حالك تجميل بس كده غلط لا اقول له في تقويم وفي تقويم القانسب ليك كذا هو بيختار التجميل فأنا كده عرضت عليه الحلين لكن مايروحش بقى الدكتور يقول لأ والله انت حالتك تقويم فقط طب الحالات اللي هي زي دي اللي بتحتاج تقويم وإحنا بنعملها تجميل دي بتبقى صعبة جداً عالدكتور جداً أنا شفت الحالة بعد الحالة دي بازل فيها مجهود خرافي بص الإسمان بتاعته مرسومة إزاي فقد إيه لا معرفش انت رجعتله سنانه الورا إزاي أنا مش فاهم ده برد صعب ما هو خلي بالك احنا فيه معظم الحالة وفيه حوالي 3 أو 4 أسنان برد بس خلي بالك انت في التقويم هتخلع له دروس فأنا بالنسبة لي البرد أحن شوية من الخلع طب حالة زي دي قعد اتعاملت فقد إيه أسبوع فإزا ده حل مناسب للمريض اللي هو مسافر بر مصر وعايز سيناء ما هو التقويم مش هيعالج مشكلة شكل الأسنان هيعالج الرصة هيعالج الرصة وهيعالج العضة المعهولة كل ده تعدل في أسبوع باللون جديد بحياة جديدة وهيفضل كده مدى الحياة يعني هل التركيبات دي هتتغير مثلا بعد خمس ست سنين لا التركيبات دي هتفضل كده مدى الحياة بشكل حلو بلون حلو بعضة مظبوطة خلي بالك إحنا لما بنظبط العضة السنين اللي عمالة تغبط في بعض ديها بدأت تتلخلف لما بتثبط له العضة تاني خلاص السبب اللي بيخلي فيه لاخل لاخها بيروح فالسنين بترجع تزبط تاني نسبة جيرا الدور التالت بقى الدور التالت ده دور مهم جدا 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 لإنه دور المستحيل في كده ناس عندها يقولك ايه استحام سنين سنين كتيرة راجبة فوق بعض فده بالنسباله هو يعتقد انها حالة مستحيلة حتى هو يعني لو فرضنا ان نروح لدكتور سنين هتلاقي أول كلمة يقول له هو الدكتور السنين يقول له ايه أنا عارف ان أنا حالة صعبة قوي هو الراجل مسدق انه حالة صعبة اه بيقولك الدنيا ملغبطة عندي اه فيه استحام أنا بيني وبينك حاجات الازدحام دي برضو يعني مستفزة بالنسبالي انتو بتتعاملوا معا بس انت هترس ازدحام يعني الفك صغير وفي عدد أسنين أكتر من الفك اه اللي خلى جزء كبير قوي من العينين عندهم ازدحام أسنين ومستحملينه في منهم ممثلين وفي منهم ناس مشهير ان كان بيتعرض عليهم حل واحد فقط التقويم التقويم ايه في التمثيل مش هينفع ومش هينفع في حالات كتير فأنا لما بعرض على العيان حل واحد فقط العيان ده بيفضل لسن كبير معظم حالات الازدحام دي هتلاقيهم عددين الاربعين سنة وتقوله ما عملتاش من زمان ليه يقولك انا يعني كنت هموت على حل بس ما يقدميش غير حل واحد اللي هو التقويم وده مش مناسب ليه التقويم مش وحش بس ممكن يكون مش مناسب مش مناسب وظيفة مش مناسب لسن كذا حاجة حالة زي دي اسمها يعني السنتين اللي في النصدخين لجوه واللترال زي اللي جنبهم طالعين لبرا شوي ألف بيه الحالة دي ايه تقويم طب في حل اخر اه فيه تجميل ليه ما عملهاش تجميل لو شفنا الحالة بعد بقى عندها ابتسامة طبيعية بيضة عريضة فقد ايه في 4-5 ايام شكلها طبيعي جدا هي طلبة ان السنان تبقى طبيعية ليه معرضش عن الناس الحلول يعني انا ليه معرضش عن الناس الحلول الحالة زي دي يتعاملت تركيبات سابتة اي ماكس فينيرز في سنتين منهم كراونز هتعيش كده من هده الحالة ليه معرضش عن الناس الحالة كل 90% من الشعب المصري عندهم ازدحان في الأسنان وعايشين بيه عشان ما كانش بيتعرض عليهم غير حل واحد اللي هو التقويم لأ في حلول تجميلية اخرى نرفع بقى الليفل نرفع نرفع الليفل فيه اتنين قدامك التقويم وتجميل التقويم والتجميل التجميل زي ما بقوله كده ضرب التقويم انتصر عليه لان في حالات للتقويم مايقدرش ينتصر فيها على التقويم ده وقع انا مش عايز بس الصورة توضح ان انا ضد التقويم لا لا انا بقى احنا منتكلم على انه في حالات اللي حدت بينا كلمة مش كل الحالات هو دايما الحالات الملعبكة بنسلمها لدكتور التقويم يعني خد بقى انت سلك لان هي بتبقى صعبة شوية في التجميل طب لو انت قلت للدكتور بتاع التقويم خد سلك وقال لك لأ انا عطلان خد سلك انت هتتصرف ولا لا هتصرف حالة زي اللي موجودة قدامي دي صعبة قوي حالة صعبة ورخمة الحالة دي اترفضت من كذا دكتور تقويم نتيجة لإيه للإشعاعات اللي اتعملت مبينة ان مفيش مثلا عب كفاية مفيش كذا حاجة تمنع التقويم طيب حالة زي دي قدامه حل من حلين يا ام يعيش كده وعلى فكرة هو بيتعرض للتنمر من اهله من والده وبيتعرض للتنمر من صحابه وهو صغير وعنده 17 سنة عنده 18 سنة يا اما نتصرف ونشوف له حل وهو ليه حل جراحة فك حل جراحة الفك ده انا بخليه في الاخر خالص ما باستخدمه شغل لو يعني ايه لان هي حاجة صعبة جدا مكلفة جدا هو مش هيقدر عليها كماديا ولا كعملية عملية كبيرة طيب وبيقولك انا يعني فعلا في حالة في وضع صعب حاول تساعد طيب حالة زي دي روح لدكتور التقويم لا خد انت استلم ده قنبلة طيب هنعمل له ايه تعرف القنبلة لما اخد بالزبط اخد انت اخد انت اخد انت طيب حالة زي دي انا ضحيت بالسنتين في النص ضحينا بهم عشان يبقى الشكل زي زي اللي حاصل دلوقتي بص يا دكتور ايمان السنتين الشكل بتاع السنان احنا عنا شفنا الخط اللي مرسوم ده عشان يبين قد ايه السنان كتطلع برقه هنا اه الاحظ كده الفرق بين السنة والشفة اللي تحت بين الحالة فوق وتحت ده الشفاف رجعت لجوه لا ده السنان هي اللي دخل ايوما منعارف ما السنان لما دخلت اه فالشفاف رجعت معها بالزبط فالفكرة كلها فان انت انا دايما بالنسبة لي التجميل ايه يعني التقويم ده مثلا او الجراحة بتعالج الاساس يعني التقويم يرجع السنان مكانها الجراحة تشيل العظم البارز التجميل بيداري العيوب اللي موجودة على نفس الوضع الحالة دي من اصعب الحالات اللي اشتغلناها وده احسن حال له وصلنا له احنا يعني انا عمري في حياتي قليل جدا لما عيد حالة او يعني لما اشتغل حالة انا بخلص في اسبوع بالكتير عمر يعني قليل قوي 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 لما حالة تتعمل على مرتين الحالة دي تعملت على مرتين من شدة صعوبتها طيب هل الاسمايل بتاعته بيرفكت لأ مش بيرفكت بيرفكت بتاع ان انت تعمله جراحة ولكن احنا قدرنا نوصل لثمانين في المية في وقت قليل بتكلفة قليلة انا راضي والعيان راضي كده مش هيتعرض للتنمو على الاقل يعني الليفل الاخير الليفل الوحش بقى تخوف المريض نفسه بقى هو هنا بقى مش بيحارب وحش غريب عليه ولا لا 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 بيحارب نفسه هو خايف على ملامحه ملامح ووشه هل ملامحي هتبقى متناسبة مع السنان الجديدة ولا لا انا بالنسبة دي الجزء اللي تحت ده انا اقدر اغرك فيه اللي انت عايزه اي حاجة ايا كده انا شفتنا حالة زي دي دي انت اول ما تشوفها يا دكتور ايمن كده سيبك من سنانها اللي بارزة باين اول حاسس ان الوش ده فيه ايه غلط اولا طبعا البروز السنان ده شيء واضح جدا الدقن عندنا فيها مشكلة تحت بذات ان فيه رجوع كبير اللي ادقني من تحت عايزين كده الصورة بقى اللي في الوش هو بالزبط ادقن بس تبان في البروفايل اكتر طبعا موضوع ده يبان في البروفايل اكتر بالزبط الفيس ده اسمه angry bird مكتوبة كده في الكتاب angry bird هو بيبقى الحتة دي داخلة جوا والحتة اللي فوق طيب علاجه الامثل ايه تقويم تقويمه جراحة وانطلع الفك ده ده الجراحة الطويلة دي بالزبط والفوق ناسك اطالة العزام تطلع له الفك ده البر دي جراحة بسنتين سنتين وتكلفة وبر مصر وموجودة بس بس بتاخد الريكوفر والرهاب بتاعها سنتين وهتوقت في البيت ما هيدا حد بيشتغل هو دلوقتي البنات بقوا يشتغلوا زي الرجالة بزبط بس دي مش اندكيتت للنوعية دي من الجراحات تانية حاجة تانية مش لدرجات دي ممكن تحلها لا بس دي تتحل يعني بسهولة بالجراحة وبصعوبة بقى عندنا عايزة يعني بقى بالميلي طب لو شفنا الصورة ايوا ايه بقى اللي حصل لو معنا الصورتين فوق بعض هتبقى أحسن ايه اللي حصل بقى في الدقن الدقن خرجت بص يا دكتور ايمان الليفل بتاع في خط مرسوم من الشفة لحد تحت عشان يبهينك الدقن بعيدة قدق عن الخط الأحمر بص الدقن خرجت قدقل الخط الأحمر يعني المسافة بين الدقن والخط الأحمر دي قلت تقريبا ثلاث أضعف ده بلقيه بالأسنان بس دخلنا الأسنان بالعظم اللي فوق ده الجوه كله اتعملت في قدقل حالة دي في أسبوعين أسبوع للأسنى ندخل العظم بالأسنى اللي فوق وأسبوع في السنين فالنها تتحول كده هل دي كده بيرفت لا 80% 80% بحلول أسبوعين حلول بسيطة تكلفة أقل بكتير قوي من الجراحة وأنا راضي والعيان راضي أنا دايما أحط للعيان حلول كتير وهو يختار والله في جراحة هتقعد سنتين والحالة هتبقى ما في الماء في حل تاني هنعمله في أسبوعين بعشرة في الماء من التكلفة وهتعمل في أسبوعين أخيره أنا لما خير العيان بتاعي وهو يختار وأنا كده عندي ضمير ممكن أكون ما بعرفش عامل التجميل ده دي محتاجة دكتور تجميل وإحنا عارفين إن فيه فرق كبير بين دكتور الأسنان ودكتور تجميل الأسنان دكتور الأسنان ده اللي تحت البيت اللي هو لما درس بيوجعني بروح له دكتور تجميل الأسنان ده اللي أنا بدور عليه وبعد أعمل سرش عنه وأبحث عنه في المواقع التواصل الاجتماعي وأتفرج عليه هنا وأتفرج عليه أشعرف دماغه بتفكر إزاي عشان هو هيغير في شكله فدي كده محتاجة دكتور تجميل هو اللي يقدر يزبط الحتة دي هنا الدقنا مهرجتش الفك نفسه دخل لها الجوة تدقى إنه ظهرت فبقاش عندها المشكلة دي في إسباعي نورت وشرفت يا دكتور عبدالله ضيف العزيز دكتور عبدالله متولي أخصائي تجميل الأسنان والمؤسس ماركس بريت الأسنان وعضو جامعي الأمريكي للتجميل الأسنان المصام الملتسامة المعتمد من البي دي سي كان كعادته متقلقا في الناس الحلوة خليكم مع الناس الحلوة في ناس مهانهم لازم اللي إحنا نرعيها جداً وهم ياخدوا بالهم قوي من إنهم معارضين أكثر من غيرهم لمشاكل في العمود الفقري من ضمنهم مثلاً اللي بيشيلوا أحملتي إيه ألام العمود الفقري إيما من حاجات سهلة وبسيطة زي نزلك غضروفي زي خشونة زي زحزحة فقارية زي فقرة متحركة بتاعه أو من حاجات كبيرة زي إيه كبيرة؟ لقدر له أورام لقدر له ضريق متعددة لقدر له ضيق رهيب بالقناة العصبية تآكل في الفقرات خاريج على العمود الفقري التهابات مزمنة زي مرض الضرن وبنشوف منه كثير جداً الأيام دي التهابات في الفقرات نفسها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة